السلام عليكم ومرحبكم في القناة ديالي إسانس دوريان أولا قبل كل شيء نشكر جميع المشتركين في القناة الزيالي ونشكركم على الوفاء وعلى المتابعة اليوم ستكون حلقة خاصة بالإجابة على بعض التساؤلات التي توصلني باستمرار نتمنى أن نكون موافقة في الرد عليها نشاطها نعتدر بالنسبة للمتتابعين ديالي من الدول العربية الأخرى لأن هذه الحلقة ستكون مخصصة للناس اللي ساكنين في المغرب أرجونا مع ديرا نعرفكم بالنفسي أنا خارجة كان مسكنة في فرنسا أرجونا مرحبا ستكون مرحبا في المغرب لا تجدوني الجواب أرجونا بكرة ندير هذه الحلقة لكي نجاوكم على شفية الأسئلة لسافتوريا وفي المستقبل نشه الله عمقها مرة مرة ندير فيديو لنعطيكم سيهة معلومات نبدأ بالسؤال الأول ما لديك حساسية البريتيل؟ نعم نعم أنا عندي لغزوغلتين لذلك اللي تم تشخيص ديالها في 2008 واخرها سنين وانا كان عاني من هذا المرض طبيب معمرهم لا تقلب واش عندي لما لا تساليك حيث واخرها زعمها في بلد أوروبي للطبيب العادي ولا حتى القاسترونتيرولوج لديهم فكرة جيدة لها المرضى باقي لا أعرف مزيان إذن في الأخر طبيب لي دارقاع الفحوصات كاملين ما لديه وانا بقالي غير هذا المرضى يقلب علي مدرنتشخيص لديه مالادي سيريات على كسينين وانا متبع عنده وديما مريضة ما أعرف علي ماذا كانت ردت الفعل ذلك؟ أولا من اللي يقول لك الطبيب أول مرة عندك حساسية الغلويتان توريا جيبا لا تكون لديك ردت فعل ذلك لديك حتى فكرة على المرض ولكن هناك يشرح ليك باللي حساسية تلقى محفصة تجنب الخبز وجميع المواد المحضرة بالتقيق هناك تصدر الخبز ايه الخبز وما جار وراه الكسكسو اللي باعت اتتاع شوية تدير لقيقة السامت لكي تبلع هذه الأنص اللي قال لك الطبيب ومن بعد كي يحضر لك على المرض باختيارة كي يعطيك شنية الحيمية اللي خاصتك تتبع اه اه من هناك تبدل معاناة ديالك مع هذا المرض هذا اللي كتبدل لك لعجيم أليمان ديالك النظام غذائي يتبدل بطريقة صارمة ومن هناك تبشي تبحث كذلك على شنية الحيمية اللي خاصتك تتبع موقف الأول كي يكون لنا الحال صحيب ولكن مع المدة كنت نتعوده كيف حياتك اليومية مع هذا المرض هذا هذا المرض يكون عائق في الحياة الاجتماعية اليومية لما خاصتك تفكر عشانه عادي التاكل اه السورتو لكن تبحتك في العائلة اللي عندك هذا الرجيم هذا ولا مثلا الناس اللي عندهم غير وليد ولا بنيا اللي في هذا المرض هذا خاصتك تطيب له وعاد طيب له اه 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 مشكلة كذلك من كتبت معروضة عن الناس خاصة هم يكونوا عارفين ان عندك هذه الحساسية للغلوتان خاصة هم يوجدو لك شي حاجة اه اللي تقدر تساكلها مشكلة كذلك من كتبت تساكل برا اه تيخصتك تقلب على شي بلاسة اللي عاد تساكل فيها مثلا مفيش الاجتواء مفيش الغلوتان المغريب تنظن ما عارس شوش فيه الشي يرسطوران ولا الله بالنسبة لنا نحن نمسك الناس اللي في خارج خاصة تقلب على غيستواء ما يكونش فيه الغلوتان ويكون حلال اذا ليس طنبي لنقل شوية كذلك ستسمح مناقص ما نقام اه حاجة واحدة اللي عدنا نحن زونا هنا هي ان المواد الخالية من الغلوتان متوفرة بسهولة وختمانها كي بقى مرسافة واحدة المعلومة بالنسبة للمواد الخالية من الغلوتان راها ماشي رامبورسي عدنا شرطي شاشة 5-6 اوورو كي رامبورسي شاشة 5-6 اوورو كي رامبن تم تقلان دمين في الشهر وكي رامبنا 40 اوورو ماشي يعمل كي رامبطد وكي ten في شهر بالنسبة ل الحياة اليومية نحاول ان نجد اكلات اللى ناكلها مع الأسرة ديالى مجموعين ولا قاعدة لدرت ميقلها ديالى بحدي نحاول ان نقلس معهم في الطابلة باش ما ننحش براسي مزولة السؤال موالي شنه هي الماركان اللى قاستعمالي ديال المواد الخالي من القلوتان ناكن استعمال بالاساس شعر شنه الفرق بين تقيق الخالي من القلوتان وميكس صنغلوتان الدقيق الخالي من القلوتان هو دقيق الحبوب المسموحة دقيق الدراء، دقيق الرز، دقيق السعازان لومية بحل إيلان مثلا دقيق القطاني بحل الحماص، العدس اما بالنسبة الميكس الميكس هو خالي تضيي النوع والججوج و 3 ساعة دقيق الخالي من القلوتان معها شفيت عن نشاويات نشاويات نومة مثلا نشاة على الجراون و نزيد عن نشاة على السمغ السمغ اللي كان عندنا السمغ الزنتان السمغ الغار السمغ العربي السمغ الحرة و لها البسيلي ومط هذا المواد قد تبقى صعيبة لكي نحصلوا عليها هذا الميكس هذا لكي نحاول نحصله على خريط لكي نحاول نقتربه لما نستعب في حين العادي لكي نصيبه قبز ناجح لكي نصيبه دي قاتو و شوفه جدا خلق المكس حالة لكي نتخل و جد إنه يجب هذا المكس مهمة لكي نحن عن نفس النتجة بها 綿 السمغ الليتان كنا نعرف بأن لفعين صنغلوتان راما سهلة في الخلمة إذا نخص شوية على المتابرة شوية على التدريب ومحاولات عديدة حتى ننجحه زيادة على أن كل ميكس يختلف من الأخر إذا مطابعة الحلغة لا نحصله على نفس النتيجة ولكن نحصله على نتيجة كاتشبه شوية منين نقدرون نشري المواد الخالية من الغلوتان في المغرب بمساعدة بعض الأصدقاء حاولت نجمع لكم بعض المعلومات إذا المدن التي لديها هذه المواد كانت تنجا، الحسيمة، رباط، كازا، مكناس، مراكش، أقالير لدي لكم واحد لائحة عنيات بعض المحلات في بعض المدن هي ما كاملة شوية لكي نعطيكم فكرة على بعض المحلات التي كنا نحن في المغرب مثلا في كازا كينا لدي كلاع كافوديتي تيك أشيبان في الرباط مثلا لنا أسوق السلام في مراكش كينا ناتيورا بيو شوف في أقالير عدنا أوريجينال باعة وفي مكناس كينا نمي ذاع بياتي ما كاملش معلومات في هذه اللائحة هذه ولكن لمعلومات أكثر حاولوا تتصلوا بعض الجمعيات جمعيات خاصة بالناس التي فيهم حساسية القلوتان نخارطوا عنهم راهم قادرين يعطيكم معلومات على المراض على الحينية التي تتبعوا على فين يتبعوا المواد مثلا هنا ستجدوا لإستعاليز أسوسيسون لكي نينج المغرب حاليا كي نينج تمنيا واخر كي نينج وحدين في إطار الإعداد نعطيكم لإحادة هذه الأسوسيسون إلا بطلت تصلوا بهم كينا لاميق دربات للي لابريسيدنت ديالها هي مادم فاتحة لاميق دمكناس لابريسيدنت ديالها مادم لاتفا وكينا لاميق ديال تانجا لابريسيدنت ديالها هي مادم كريمة حدوث بالنسبة لكذا عنا لاميق لابريسيدنت ديالها هي الأخط نادية موفق واحدة في مركج لبريسيدنت ديالها هو مоссيُو إبراهيم أدمو واحدة في مركج موفق واحدة في مركج موفق واحدة في جاء ك欦ان لأن تفضل الرجيم و المجهور الفردي و الشخصي رغم ضروري سوف تبحثوا عن المعلومات و تستفسروا عن المرض أو الهمية لكي لا تبحثوا بشكل جيد و لكي لا تكون همية ناجحة اشتركوا في الجمعيات و تصيروا المواقع التواصل الاجتماعي بحال فيسبوك مثلا سوف تلقوا فيه دي جروب و دي باشد على السيريات التي سوف تلقوا فيه الناس الذين يضرونها بمرض هذا و تبادلوا فيه تجاربهم في الاخر نشكر جاء للناس الذين في المغرب التي لا تبادلوا على المساعدتهم كان خاص بالذكر للاخر زياد هذا هو الكمنط في الفيسبوك هذه هي الكمنط في الفيسبوك هذه هي الكمنط فيها المواد الخارج من الغليتان و تستخدم في المغرب كامل أشكر كذلك لأخت عيشة من أغادير هذا هو الكمنط في الفيسبوك اسمتها سامة سي سامة هذا هو الكمنط في الفيسبوك سوف تجد في الفيسبوك هذا هو الكمنط في الفيسبوك و تكون حقيقة في الفيسبوك هناك جزء من المغرب من وصفات لا تتصر بصفوك و اذا قام بفض المعلومات سمتوا من الأخزية والأخت سامة سوف يكون هناك المغرب من المغرب التي هم لا تتسيرون أشكر كذلك الشكر الكبير للأخت عيشة من طانجة هذه الكمنط في الفيسبوك اشتركوا على المساعدات والتجاوب اشتركوا نادية موفيق رئيسة جمعيات لامياكد كازا على كل المعلومات والوثائق السفتاتية اشتركوا في ملوز على كل المعلومات شكرا على المشاهدة انا اتمنى ان هذا الفيديو يكون اشتركوا وارجوكم اذا انكم سؤال اقتراح سنزله هنا او في الحصول على اشتركوا في القناة لا تنسوا ان اشتركوا على القناة اشتركوا على القناة